الأمن في غرب السودان غير مستقر أحداث الكرينيك الأخيرة هي موجة فحادثة مقتل رعيين في هذه المدينة الواقعة بجنوب شرق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قبل أيام ليست إلا صفحة من كتاب دموي بأحداث متقطعة المئات سقطوا بين قتيل وجريح بالإضافة إلى نزوح الآلاف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان حميتي أقر بالتقصير ولكن هذا يعد بنظر كثيرين غير كاف إن تمت السيطرة على هذه الأوضاع الصحية مقابلة الجرحى ومعالجتهم وإرسال المعينات اللازمة لهم وإن شاء الله الأمور ستكون تحت السيطرة تماما وطبعا لقد اهتمام واسع من أعلى القيادات بالدولة يجري الحديث هنا عن موت مجاني في حروب عبثية هي تعبير لوزير المالية ولغيره ولكن السؤال عن استمرار دائرة العنف فماذا فعلت مثلا القوات التي أرسلتها السلطات لاحتواء الاقتتال القبلي في الولاية وماذا نفعت الإدانة الأممية وتوصيف مبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي الوضع بأنه في غاية الخطورة والحساسية وماذا عن الترتيبات المفترضة بعد انتهاء مهمة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ها هو والي غرب دارفور يقول إنه لا يتشرف أن يكون والي دولة غير قادرة على حماية مواطنيها الذين يقتلون في منازلهم على حد تعبيره بحسب متابعين إن العنف هنا ينتشر كالفيروس مذ عامين تدور معارك أهلية طاحنة في الجنين نفسها وغالبية السلاح المستخدم مملوك من المواطنين العاديين فالأسرة التي لا تملك جهاز تلفزيون في البيت تدخر أسلحة حديثة لأن السلاح هنا هو فخر للمواطن وحماية الأسرة هي مسؤولية شخصية